إذن يبقى الشرق الأوسط وملفاته الساخنة أهم ما ينتظر الرئيس الأمريكي الجديد وعلى الرغم من تعهد دونالد ترامب في حملاته الانتخابية بإحداث سلسلة من التغييرات الجذرية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل عام إلا أن ملف الشرق الأوسط يظل الأهم وخصوصا الأزمة السورية المتداخلة دوليا والتي وضع الرئيس الروسي أمالا كبيرة على نظيره الأمريكي المنتخب لحلها من منبر الهجوم قبل الإيضاح اتخذ دونالد ترامب أغلب مواقفه تجاه قضايا الشرق الأوسط والمنطقة فالملياردير الجمهوري يعارض بشدة معظم السياسات الخارجية لحزب منافسته الديمقراطي ينتقد ترامب سياسات إدارة أوباما في سوريا والعراق وليبيا ويعتبرها السبب الرئيسي للفوضى هناك ويهاجم حروب الولايات المتحدة في المنطقة معتبرها العامل الأكبر لظهور داعش فحسب ترامب التدخل العسكري في المنطقة مكلف ولن يعني إلا الغرق أكثر وأكثر في مستنفع نزاعاتها أسمي الرئيس أوباما وكيلينتون مؤسسي داعش ولا يتفق ترامب مع موقف الديمقراطيين المناوئ للرئيس السوري بشار الأسد ويعارض تسليح المعارضة ويمدح التدخل الروسي فبقاء الأسد بالنسبة لترامب مسألة ثانوية والعدو الرئيسي هو داعش تقول أنها تريد قتال المسلحين المشكلة الوحيدة أنك لا تعلمين منهم المسلحون سوريا والأسد وروسيا يقاتلون داعش داعش الذي وجد بسبب سياستنا الضعيفة ويكمل ترامب تصريحاته في ملف الإرهاب الأكثر رواجاً على الساحة العالمية من دون تبني موقف واضح أو خطة محكمة سنهزم البرابرات من داعش وسنهزمهم بسرعة ولا يمانع بإرسال قوات أمريكية برية لقتال داعش في العراق وسوريا لكن من دون دفع التكلفة مطالباً الناتو بالمساهمة في الحرب ضد الإرهاب ويروج ترامب نفسه كمعارض سابق للحرب في العراق وينتقد بشدة انسحاب القوات الأمريكية هناك ما كان يجب أن نجتاح العراق لكن بعد دخولنا ما كان يجب أن ننسحب كما فعلنا هلاري تسببت في ظهور داعش والأمر ذاته في ليبيا فهو يعتقد أن مساهمة واشنطن في إطاحة القذافي كانت سبباً رئيساً لصعود التنظيمات المتطرفة هناك في ليبيا التي تعد إحدى كوارث السيدة هلاري أصبحت التنظيمات وداعش تسيطر على النفط وهو السلعة الأساسية لتوفير الموارد المالية ويعتبر ترامب الاتفاق النووي الإيراني أسوأ اتفاقيا على مر التاريخ متعاهداً بتمزيقها حال تنصيبه رئيساً ستكون أبرز أولوياتي تفكيك الاتفاق النووي مع إيران كما يعد ترامب إسرائيل بجعل القدس عاصمة أبدية لها مؤكداً ولاءه لإسرائيل وإيمانه بالدولة اليهودية سنحاول التعرف الآن على ملامح السياسة الخارجية التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب وأولويات هذه السياسة بالنسبة له معنا من بيروت السيد كامل وزني الخبير في الشؤون الأمريكية أستاذ كامل مساء الخير مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار الكثير من التكهنات تدور الآن حول طبيعة والشكل وأولويات السياسة الخارجية التي سينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب فورا تسلمه المنصب كيف يمكن الحديث أو كيف يمكن رسم الخطوط العامة والعريضة لهذه السياسة بالنظر إلى أنه لم يدخل في الكثير من التفاصيل فيما تعلق بهذا الأمر خلال الحملة الانتخابية بالتأكيد على شكلة منطقة الشرق الأوسط هناك ثوابة أمريكية هناك مؤسسة أمريكية حافظت على هذه الثوابة علاقة متينة مع دول الخليج طبعاً تدفق النفط بكل حرية من منطقة الخليج المحافظة على الممرات النفضية من المنطقة أيضاً دعم غير معهود لإسرائيل في المنطقة إضافة إلى مراعاة الوجود الأمريكي لكن تقليص هذا الوجود كما فعل الرئيس أوباما لبما الاستمرار بهذا التقليص وربما العمل على محاولة إيجاد سيغة جديدة لكيفية التعاطي مع ملف إيران النووي أعلم بشكل واضح المرشح ترامب بأنه سوف يمزق هذا الاتفاق باعتبار عندما تم الاتفاق بين إدارة أوباما والحكومة الإيرانية لم يوافق حتى واحد من الجمهوريين على هذا الاتفاق طبعاً المرشح ترامب قد يختلف كثيراً عن الرئيس المنتخب ترامب وعن الرئيس عندما يستلم السلطة في بداية هذا العام ربما الإدارة الأمريكية دفعت سمن كبير لوجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحروب التي خضتها إن كان في أغسان أو في العراق أو في مناطق أخرى في هذه المنطقة ربما أولويات الإدارة الأمريكية لن تكون بالشكل الكبير في منطقة الشرق الأوسط ربما خطة أوباما التوجه إلى آسيا الخطر الأكبر في آسيا تحديات الصين الاقتصادية والآن التحديات العسكرية قد تثير اهتمامات المرشح أو أصبح رئيس منتخب ترامب باعتبار أن اليوم المشكلة الأكبر للاقتصاد الأمريكي هو العجز التجاري مع الصين لكن باعتقادي أن دول الخليج سوف تحظى بنفس الدعم التي تعطى إليها من قبل الإدارات السابقة يعني وجود قاعدة بحرية في البحرين وجود قاعدة جوية في قطر يبقى عناصر عسكرية موجودة في الخليج وهذا ما يقارب 30 ألف عسكري باعتقادي هذا ما هو موجود وسوف يبقى موجود في إدارة ترامب أشرت أستاذ كامل إلى الاتفاق النووي مع إيران السيد ترامب كان قد وصفه خلال الحملة بأنه كارثة وبأنه ربما أسوأ اتفاق جرت تفاوض بشأنه على الإطلاق ولكن مسألة التخلي وتفكيك هذا الاتفاق ليست بالمسألة السهلة أولا هذا اتفاق متعدد الأطراف الولايات المتحدة هي طرف من الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق وبالتالي لن تكون المسألة بهذه البساطة أن يلغي هذا الاتفاق هل تتوقع أن يكون خطابه مختلفا إلى حد كبير عندما يتسلم زمام الأمور في شهر يناير القادم وربما يحاول أن العمل على مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق بشكل جيد بدلا من التخلي عنه بشكل كامل يعني في البداية يجب أن نقول بأن هذا الاتفاق التي وقعه الرئيس أوباما لم يتم تنفيذه من الجانب الأمريكي بينما ذهبت الإدارة الأمريكية لوضع قوانين جديدة منعت الرجال الأعمال من الدول بأجمعها من التوجه إلى إيران والذي يذهب إلى إيران ربما يكون عليه حظر لعام أو لعامين من دخول الولايات المتحدة وهذا يعني بعد بضعة أشهر من هذا الاتفاق وهناك طبعا مشروع عقوبات موجودة في القنغرس الأمريكي ضد إيران طبعا هذه العقوبات جزء منها تم تخفيفها وهذا متعلق بالملف النووي الإيراني لكن هناك عقوبات تتعلق بموضوع الإرهاب باعتبار أن جزء من هذه العقوبات موضوع منذ الثمانيات حتى الآن يعني دمارو سانكشن هذه موضوع منذ التسعينات أو آخر التسعينات وهذه موجودة ولا يستطيع أوباما كان أن يرفعها إلا بقرار من القنغرس والقنغرس حتى الآن لم يرفع هذه العقوبات هل هناك رؤية لدى الإدارة الجديدة أن تبدأ مفاوضات جديدة مع الإيرانيين باعتقادي علينا أن ننتظر الإدارة الجديدة من هم المفاوضون من هو وزير الخارجية من هو وزير الدفاع ما هو شكل الأمن القومي لكن إذا نظرنا إلى الفريق المقرب الذي كان يقود الحملة الانتخابية على الأقل ماير أو رئيس ولاية نيويورك السابق الجولياني هو أيضا سوف يكون أكثر تشددا في الملف النووي الإيراني وربما الولايات المتحدة سوف تتشاور مع إسرائيل في هذا الموضوع وباعتقادي ربما تتشاور مع بعض الدول في المنطقة وهناك طبعا اتجاه لزيادة هذا التشدد في موضوع إيران في المنطقة بالمناسبة خبر عجل يرد الآن دكتور أو أستاذ كامل البيت الأبيض يقول أن إدارة الرئيس أوباما تبقى ملتزمة بالاتفاق مع إيران وبالاتفاقيات التغير المناخي حتى نهاية عملية الانتقال إلى الإدارة الجديدة إدارة الرئيس أوباما ما زالت عند موقفها وهذا متوقع لن تغير شيء لأنه ما زال أمامها فترة وجيزة ولكن هذا لا أي شيء فيما يتعلق بالمرحلة التالية عندما يتسلم السيد ترامب الإدارة في البيت الأبيض على كل حال في الوقت المتبقى ودأ نسألك عن ملف آخر أستاذ كامل وهو ملف عملية السلام المجمد خلال الفترة الثانية على الأقل من إدارة الرئيس أوباما إسرائيل على ما يبدو هناك ترحيب على الأقل الأولي بوصول السيد ترامب إلى سدة الرئاسة وزير التعليم الإسرائيلي نفتة لبانت المتشدد المعروف يقول عهد الدولة الفلسطينية ولا كان هذا أول رد فعل له بعد انتخاب دونالد ترامب ما رأيك في ذلك؟ يعني تصريحات المرشح ترامب كانت تتحدث عن نقل السفارة إلى القدس جعله باعتبارها عاصمة نهائية لإسرائيل ربما الإسرائيليين لا يريدون ذلك لأن هذا قد يشكل انتفاضة جديدة ربما الإسرائيلي ليس بحاجة إلى هذا الموضوع باعتقادي الملف الفلسطيني اليوم التفاوض ليس مكان أولويات لدى الإدارة الأمريكية وليس لدى أولويات لدى الجانب الإسرائيلي في هذا الوقت لأن الموضوع الفلسطيني كانت تراجع نسبة إلى ما يحصل في العالم العربي من نزاعات وحروب وانقسامات فلذلك باعتقادي أن إدارة ترامب سوف تكون إلى جانب إسرائيل في كل المواضيع لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض الاقتراحات من هذه الإدارة لتسوية لكن التسوية حتى الآن لا أراها ممكنة في هذه الظروف التي نعيشها أمريكا ملتزمة أمن إسرائيل هذا الالتزام لم يتغير حتى مع أسوأ علاقة شخصية بين أوبابا ونتنياهو أعطى أوباما إسرائيل كل ما يمكن أن يعطى وأكثر ما أعطى جورج بوش لإسرائيل فلذلك هذه علاقة مؤسسات وهذه لن تتغير لا في العهد الحالي ما لأولي أوبابا ولا في أي عهد قادم حتى يكون هناك فعلا تغير كبير وضعاف للنفوذ اليهودي في أمريكا وهذا يعني بعيد عن الواقع في أي وقت قريب شكرا جزيلا لك الأستاذ كامل وزني الخبير في الشؤون الأمريكية كان معنا من بيروت